اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة الجديدة من اخر طبع والتي نستطيع فيها هنا في الاستيديو ممثل حركة حماس في لبنان علي بركي بداية اهلا بك سيد علي سيد علي من الواضح بان ملف المصالحة عاد الى الواجهة مجددا ولكن لعل الاختراق الاهم الذي يتم الحديث عنه هو ما تم ابلاغ للسلطات المصرية من قبل وفد حركة حماس الى هناك بان استعداد الاستعداد لحل اللجنة اليدارية بداية هل نؤكد هذا الامر ومتى سيتم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هناك فرصة حقيقية الان لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية خصوصا ان هناك جدية من قبل قيادة حركة حماس وكذلك جدية من الجانب المصري الذي هو حريص على اعادة ترتيب البيت الداخل الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة عام 2011 قيادة الحركة ما زالت موجودة في القاهرة ابلغت الجانب المصري انها مستعدة لحل اللجنة الحكومية فورا وتسليم السلطة في قطاع غزة الى حكومة الوفاق الوطني على ان تتولى هذه الحكومة الاشراف على كل شيء في قطاع غزة وتحل مشاكل قطاع غزة وكذلك يكون هناك يعقب ذلك مباشرة اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة ينتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية ويتم تحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 يعني نحن أبلغنا الجانب المصري اننا مستعدون فورا لحل اللجنة الحكومية على ان يكون ذلك في سياق حل متكامل وليس نقطة على السطر يعني ينبغي ان يكون هناك حل متكامل لذلك الان سيتوجه وفد من حركة فتح غدا الى القاهرة لينقل الجواب قيادة حركة فتح الى الجانب المصري وهنا اسأل سيد علي السلطات المصرية استمهلت حركة حماس حتى الغد هل هناك من امكانية ربما للقاء ما بين الحركتين فتح وحماس نحن ليس لدينا مانع باللقاء اللقاءات مهمة ومفيدة بين الاخوة والاشقاء لكن سمعنا من الاخ عزام الأحمد انه لا يريد اللقاء يريد ان ينقل جواب حركة فتح الى الجانب المصري لكن لا ندري ماذا سيحصل بعد ذلك هل سيكون الجواب ايجابي ويعقبه لقاء ثنائي او لقاء موسع نحن لا نمانع لكن نفضل طبعا اللقاء الموسع لكل الفصائل الفلسطينية لان القضية تهم الجميع وليست تهم فتح وحماس فقط هل هناك من مؤشرات ربما لجواب ايجابي من قبل حركة فتح يعني من ضمن مطالبها كان حل اللجنة الادارية ويعني حركة حماس تبدي هذا الاستعداد هل هناك من مؤشرات ربما ايجابية يعني حتى الان لن تصل مؤشرات ايجابية خصوصا اعلان الاخ عزام الأحمد انه لا يريد ان يلتقي وفد حركة حماس الا بشرط حل اللجنة الادارية هذا مؤشر غير ايجابي يعني حماس اعلنت انه مستعدة لحل اللجنة الحكومية في قطاع غزة على ان تكون جزء من حل شامل للوضع الفلسطيني لكن لننتظر الغد يعني غدا يصل وفد فتح ويوم السبت يلتقي مع الجانب المصري وفد حماس باقي في مصر بناء على طلب القيادة المصرية وننتظر وان غدا لنظره قريب ولكن هذا السياق الحل المتكامل الذي تتحدث عنها سيد علي أليس هو ايضا من مطالب حركة فتح يعني من ضمن الشروط حل اللجنة الادارية ايضا تشكيل حكومة وحدة وطنية وذهب ايضا الى الانتخابات يعني تقريبا هناك توافق بالمبدأ من حيث المبدأ على العنوين العريضة هناك تقارب لكن عند التنفيذ لا يوجد ضمنات نحن نريد ضمنات لأنه في عام 2014 جرى اجتماع في بخيم الشاطي في منزل الأخ السماعي الهنية كان رئيس حكومة تنازل عن الحكومة وحل الحكومة واتفقنا على خريطة الطريق للمصالح الفلسطينية تم تشكيل حكومة التوافق وطني في 2-6-2014 وبعد ذلك لم يحصل شيء توقفت الأمور لم تجري انتخابات لم تحلها الحكومة مشاكل قطاع غزة نخشى أن نتكرر نفس السينار ولذلك نحن نريد ضمنات من الجنب المصري أي شكل من الضمنات ضمنات هو بالتنفيذ نريد أن يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه فقط وهو إذا ما أردنا تحديد ذلك نعم هو أن تجتمع الفصائل الفلسطينية تتشاور وتشكل حكومة وحدة وطنية يتم تحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني الفلسطيني على الأقل بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عند ذلك الأمور تسير على ما يرام لكن لا نريد أن نكرر التجارب الماضي الحكومة تخلينا عنها وهي أهم من اللجنة الحكومية الأخ أسماعيل هنية ترك الحكومة لكن لم يلتزم فتح أو الرئيس أبو مازين تحديدا لم يلتزم ببقية بنود الاتفاقات السابقة فقد شكل حكومة وفاق وطني ثم أجرى عليها تعديلين وزاريين دون التشاور مع الفصائل وخصوصا محاركة حماس الذي ينبغى أن تكون شريكة في هذه الحكومة ونحن نراوح ما كاننا منذ ثلاث سنوات لذلك نحن لا نريد أن نحل الحكومة اليوم ثم بعد أسبوع لا يحصل شيء ثم نعيد تشكيل لجنة حكومية مرة أخرى لذلك نحن نريد أن يكون هناك نقاط بنود آليات تنفيذ لا نريد اتفاق جديد لأنه موجود الاتفاق اتفاق القاهرة مايو 2011 موجود فيه كل البنود موجودة لكن نحن نريد رزنامة زمنية إذن أنتم لن تبدأوا من نقطة السفر وإنما استكمالا تحديدا لاتفاق القاهرة نحن نبني على اتفاق القاهرة نؤسس على اتفاق القاهرة لأنه في حل شامل للوضع الفلسطيني الآن نريد وضع جدول زمني لبدء التنفيذ تبدأ حماس بحل اللجنة الحكومية يقوم الرئيس أبو مازن بتراجع عن إجراءاته تأتي الحكومة في رام الله للتسلم صلحياتها في قطاع غزة تجتمع الفصائل فورا في القاهرة بحضور الرئيس أبو مازن وتتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ونذهب إلى تحديد موعد الانتخابات الشاملة رئيسية تشريعية مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج حسب اتفاق القاهرة 2011 هل هناك ما يميز مساعي المصالحة هذه المرة عن المرات السابقة؟ هل ربما الظروف تسمح الآن بدوج هذا المساعي؟ هل هناك من اختلاف؟ أهم ظرف مساعد هو الظرف المصري مصر دخلت في أحداث متتالية بعد 2010 انشغلت بوضعها الداخل رغم أنه في 2011 وقعنا اتفاق القاهرة في عهد المجلس العسكري في مصر أيام الفريق تنطاوي ثم مصر انشغلت بأمورها الداخلية الآن الجانب المصري لديه جدية لترتيب البيت الداخل للفلسطيني وهذه فرصة لنا كفلسطينيين أن مصر أكبر دولة عربية المكلفة من جامعة الدول العربية بتحقيق المصالحة الفلسطينية الآن مصر جادة بترتيب البيت الفلسطيني ولذلك أنا أقول هي فرصة لنا وليفتح ولكل الشعب الفلسطيني أن تكون مصر سند للوحدة الوطنية الفلسطينية طيب إذا ما أردنا تقييم الدور المصري اليوم بداية لماذا هذا الاهتمام المصري تحديدا في هذا التوقيت والعلاقة بين حركة حماس ومصر كيف يمكن تقييمها أيضا؟ العلاقة تحسنت خطونا خطوات مهمة من بداية هذه السنة ليس الآن في بداية هذه السنة في شهر واحد زار الأخ اسماعيل هنية وكان نائبا لرئيس المكتب السياسي زار القاهرة وأجرى مباحثات استراتيجية معمقة مع المسؤولين المصريين ثم قام الأخ يحيى السنوار في نهاية شهر أيار بداية رمضان بزيارة مهمة كذلك لمصر وجرت هناك تفاهمات مع الجانب المصري على الصعيد الاجتماعي والسياسي والأمني وتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وقامت حركة حماس بما هو مطلوب منها لحماية الحدود مع جمهورية مصر العربية واستطاعت أن تمنع عمليات لتنظيم داعش في اتجاه سيناء أو اتجاه مصر وقدمت شهيد في رفح عندما فجر أحد الدواعش نفسه بدورية للأمن الوطني الذي هو يعني معظمه من حركة حماس واستشهد أحد أبناء حماس نضال الجعفري في هذه العملية وأيقن الجانب المصري أن حركة حماس جادة في ضبط الحدود ومنع أي تسلل من قطاع غزة أو بالعكس لتنظيم داعش الإرهابي لذلك هناك حصل بناء ثقة بين حماس والجانب المصري والآن هذه الزيارة المهمة التي جاءت برئاسة رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة الأخ اسماعيل هنية على رأس وفد كبير من المكتب السياسي أكثر من عشر أعضاء من المكتب السياسي متواجدون في القاهرة حيث عقدوا اجتماعات للمكتب السياسي لأول مرة ينعقد المكتب السياسي بحضور هنية من الداخل والخارج بعد انتخابه فهذه إشارة مهمة من الجانب المصري أن مصر رحبت بحضور المكتب السياسي إلى القاهرة وعقد اجتماعاته وأجرى حوارات معمقة يومي الأحد والاثنين الماضيين مع المسؤولين المصريين وعلى الخبراء المصريين حيث تم الاتفاق على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية وهذه كما ذكرت هي فرصة حقيقية الآن لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية والجميع يستفيد أبو مازم بحاجة إلى المصالحة والوحدة الوطنية حتى قبل أن يذهب إلى نيويورك وكذلك حماس كمقاومة بحاجة إلى وحدة وطنية أمام ما يجري من اعتداءات صهيونية يومية على القدس واستيطان في الضفة الغربية وحسار لقطاع غزة الجميع القضية الفلسطينية بحاجة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية والآن لدينا عام المهم أن مصر هي الراعي للمصالحة الآن جادة ومستعدة لإنجاز هذه المصالحة فلماذا نتأخر أو نرسل رسائل غير إيجابية أو يحصل تشويش للأسف حصل بعض التشويش على زيارة وفد حماس إلى القاهرة نحن نقول هناك جدية حقيقية لدى حماس نحن نحرصين على الإنجاز هذه المرة وإن شاء الله نقدم هدية لشعبنا ولأمتنا بتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الصهيوني هل سيكون هناك من تواجد لحركة حماس بشكل دائم في مصر بعد بناء الثقة كما تقول نعم حصل اتفاق على هذه النقطة سيكون هناك مكتب اتصال دائم لحركة حماس في القاهرة من الواضح سيد علي بأن التركيز بين حركة حماس ومصر يتم على المستوى والصعيد الأمني اجتماعيا ما الذي تحقق حتى الآن واقتصاديا وأيضا ماذا على الصعيد السياسي حضور رئيس المكتب السياسي للحركة يعني أن هناك أمر سياسي بحث يعني تم بحث الملف القضية الفلسطينية تطورات القضية الفلسطينية عملية التسوية المصالحة الفلسطينية ملف الأسرة ملف حصار غزة ملف معبر رفح العلاقات الثنائية بين حماس ومصر العلاقات الثنائية بين قطاع غزة وجمهورة مصر العربية ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم للأفراد والتجارة ووافق الجانب المصري على موضوع التجارة كان سابقا مغلق للتجارة هل هناك من مواعيد محددة أو تسريبة فتح معبر رفح؟ المواعيد مرتبطة بإنهاء توسعة المعبر المعبر منذ شهرين هناك ورشة عمل تجري الآن في المعبر لتوسعة المعبر لكي يكون معبر للأفراد والالتجارة وقريبا يتنتهي أعمال الترميم والتوسعة وسيتم فتحه قريبا إن شاء الله والجانب المصري وعد بجدولة فتح المعبر بشكل دائم وليس بشكل مفاجئ وماذا عن تزويد مصر بالكهرباء لغزة؟ بدأت مصر أصلا هناك خط دائم من مصر يأتي إلى رفح الآن الجانب المصري يزود قطاع غزة بالوقود والآن الأمور ماشي من رمضان تقريبا وفي هذه الزيارة كذلك الجانب المصري يزود قطاع غزة بوقود وهناك اتفاقات حصلت سيكون هناك تزويد قطاع غزة بكافة الاحتياجات الغذائية والدوائية ومواد البناء ستكون هناك أرباح حتى للجانب المصري عائدات بين أربعة إلى ستة مليار دولار سنويا إلى الجانب المصري يستفيد من سوق قطاع غزة لأن للأسف كان سابقا المستفيد الأول هو العدو الصهيوني الذي كان يصدر بضائعه إلى قطاع غزة المحاصر وكان هو الذي يستفيد اقتصاديا الآن نحن نريد أن يكون الانفتاع على أمتنا العربية والإسلامية من خلال جمهورية مصر العربية ومن حق مصر أن تستفيد من سوق قطاع غزة خصوصا أن هناك 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة وبتأكد هذا سيقلل من الضغط على المسيطين طبعا سيقلل من الضغط وسيكون هناك حرية سفر للأفراد والطلاب والمرضى والتجار والناس عبر جمهورية مصر العربية وسيكون هناك تسهيلات من الجانب المصري وتعاون كذلك في الجانب الأمني بين حماس أو بين الأمن الوطني في قطاع غزة والجانب الأمني المصري وهناك ترتيبات جارات على الأرض بحيث يتم وضع أبراج على طول 13 كيلو هي حدود قطاع غزة مع سيناء تم بناء منطقة عازلة بعمق 100 متر بطول 13 كيلو والجانب المصري تعهد بتزويد الأمن الوطني المعني بحماية الحدود تزويد بكل اللوازم العسكرية والأمنية لحماية هذه المنطقة ولمنع التسلل لأي عناصر إرهابية من الواضح كما قلت سيد علي بأن العلاقات سائرة باتجاه إيجابي وربما المنحة تصاعد لناحية التعاون ولكن اسمح لي أن أعود إلى نقطة السياسة واضح أيضا بأنه يتم الحديث على مستوى القضايا ربما الكبرى وهي قضية فلسطين بكل تجعباتها ولكن هل زال التحصص البصري من خلفية ربما حركة حماس الأيديولوجية أو ما إلى ذلك؟ الجانب المصري يتعامل مع حركة حماس كحركة فلسطينية وحماس أعلنت في وثيقتها في أول أيار الماضي أنها حركة تحرر ومقاومة فلسطينية ذات مرجعية إسلامية وهذا أمر واضح نحن لا نبحث القضايا الفكرية في اللقاء مع الجانب المصري نبحث القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية والاستراتيجية وهناك تفهم وهناك ثقة بدأت تبنى بين حماس والجانب المصري وطوينا صفحة الماضي سوف نتابع هذا النقاش بالتأكيد سيد علي ولكن مشاهدين سوف نذهب إلى فقرة الحدث ومن ثم نتابع الاستقلال الفلسطينية مسؤول مصري تقدم كبير في لقاءات القاهرة أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية في تصريح خاص بالصحيفة أن اللقاءات التي عقدت في القاهرة بين وفد حماس والاستخبارات المصرية حققت تقدما وإنجازا كبيرين في الملفات الأولى التي وضعت على طاولة النقاش والحوار الثنائي وأوضح أنه جرت توصل لصيغة ثابتة مبدئية فيما يتعلق بفتح معبر رفح البري على أن يتم فتحه بدءا من شهر أكتوبر المقبل يومين في الأسبوع حتى تصل إلى ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع الواحد مع زيادة أعداد المسافرين وعدد ساعات فتح المعبر وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك بين الطرفين على إدخال كميات كبيرة ومضاعفة من المواد الغذائية والمستلزمات التجارية المنوعة إلى قطاع غزة خلال أيام فتح المعبر والتحرك أكثر بملف إتمام المنطقة التجارية الحرة بين الجانبين وذكر المسؤول المصري أن وفد حركة حماس طالب الجانب المصري بزيادة كميات الكهرباء التي تورد إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن حماس طلقت وعودا إيجابية بهذا الجانب وفي ملف المصالحة الداخلية أكد أن حركة حماس أبلغت الجانب المصري أنها مستعدة تماما للتجاوب مع أي مقترح أو تحرك جديد من قبل مصر في ملف المصالحة وإزالة أي عقبة تعترض ذلك وعلى رأسها حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة قبل أشهر القدس العربي جوتاريش الدولة الفلسطينية التقام على أرض ملائمة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش للصحيفة حول زيارته الأخيرة للأراضي الفلسطينية المحتلة وإذا ما تأكد بنفسه أنه لم تبقى أرض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قال أولا لا خطة بديلة عن حل الدولتين لكن كي تكون هناك دولة لابد من وجود أراض ملائمة وكافية لقيام الدولة الفلسطينية ولهذا السبب نحن أخذنا موقفا واضحا من مسألة الاستيطان وحول الطلب من الأمين العام أن يعامل إسرائيل معاملة دولة عادية في ظل الانتهاكات التي ترتكبها لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية قال الأمين العام أنا لم أستخدم مصطلح دولة عادية أنا قلت أن كل الدول عليها حقوق وواجبات ويجب أن تعامل على هذا الأساس سواء إسرائيل أو غيرها هناك قوانين يجب أن يتم الالتزام بها وعندما تنتهك أي دولة هذه القوانين والمبادئ يجب أن تدان وبدون شك هذا ينطبق على أي دولة أعود إليك سيد علي سوفا ربما نعلق على ما قالها من العام للأمم المتحدة ولكن قبل ذلك لأننا نقفل ملف المصالحة كان هناك من إجراءات قامت بها السلطة الفلسطينية يعني عقب إعلان اللجنة الإدارية ومنها ما هو تضييق ربما على حياة الغازيين هل تتوقعون أي حل حلا في هذا الإطار؟ طبعا لابد من التراجع عن هذه الإجراءات في حال أتم حل اللجنة الحكومية لأن هذه الإجراءات هي تستهدف الشعب الفلسطيني وهي انعكست سلبا على شعبية الرئيس أبو مازن في أوساط الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع هذه الإجراءات لا يمكن أن يقوم بها أي رئيس ضد شعبه للأسف الجانب الإسرائيلي كان أرحم عندما طلب منذوب أبو مازن من الجانب الإسرائيلي قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة إسرائيل تزود قطاع غزة بأربع ساعات فطلب أبو مازن قطعها بشكل نهائي فالجانب الإسرائيلي استمهلوا أن يخللهم ساعة في مستشفيات فكان الجانب الإسرائيلي أرحم من مبعوث أبو مازن عندما جرى الحديث عنك للأسف نقول ذلك فهذه مسألة تحصيل حاصل يعني ينبغي أن تكون في البداية فورا أن يتم التراجع عن هذه الإجراءات التي سمها أبو مازن غير المسبوقة هو يعترف في خطابه في البحرين في نسان الماضي قال إجراءات غير مسبوقة وللأسف بعد أن عدم واشنطن في شهر خمس صعد من إجراءاته حتى ومنع التحويلات الصحية للخارج وهناك عدد كبير من المرضى توفوا بسبب عدم تلقيهم تحويلات عبر وزارة الصحة الفلسطينية بناء على قرار الرئيس أبو مازن للأسف هذه إجراءات الاحتلال لم يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني طيب يعني مسألة الكهربائية المسألة الأكثر هي المسألة الحيوية الآن ماذا عن موظف حماس إذا ما نظرنا إلى ما يحكى عن المصالحة كيف سوف يحل هذا الملف ووفق أي رؤية أو أي مبادرة هناك أكثر من مبادرة عندما نتحدث عن استلام حكومة الوفاق الوطني للسلطة في قطاع غزة يعني ذلك أن تحل مشاكل الموظفي غزة لا أن تفنشهم أو ترحلهم إلى منازلهم أو أن تفصلهم من وظائفهم هؤلاء مضى عليهم أكثر من عشر سنوات يخدمون الشعب الفلسطيني وينبغي أن يبقوا في وظائفهم وأن يتم تشكيل لجنة إدارية قانونية لكي يتم إعادة جدولة وهيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية والوزرات كما حصل في لبنان في لبنان كان سابقا حكومتين أيام الانقسام وعندما توحد الوضع في لبنان جرى تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتم استيعاب كل الموظفين وهذه كانت مبادرة من الرئيس نبيه برري إلى وفدي حماس وفتح في 2015 أن يستفيدوا من التجربة اللبنانية يبقى كل الموظفين في وظائفهم ويتم إعادة هيكلة ودمج كل الموظفين لأن هذه السلطة ليست لفريق فلسطيني لا يمكن أن تكون السلطة لفتح فقط ينبغي أن يستفيد كل الشعب الفلسطيني من وظائف السلطة الفلسطينية التي هي نواة الدولة الفلسطينية فلذلك من ضمن شروط أو من ضمن حيثيات أي مصالحة إيجاد حل لمشكلة الموظفين في غزة وهناك مبادرة سويسرية بأن يتم تمويل تأمين رواتب الموظفين من جانب سويسرا والتحاد الأوروبي خصوصا الموظفين بين قوسين المدنيين لأن هناك إشكالية على الموظفين العسكريين أن بعضهم في كتاب القسام أو بحماس أو ما هنالك فجرى اتفاق أن يكون هناك تأمين رواتب أو موظفين المدنيين بما فيهم الشرطة الفلسطينية باعتبار شرطة مدنية هل هذا المبادر هي الأقرب إلى الواقع من ناحية التنفيذ وهل سوف تجد المرونة ربما لدى حركة فتح والسلطة الفلسطينية نعمل ذلك كان هناك مبادرة قطرية قبل ذلك إنشاء صندوق لمدة ستة أشهر تموله قطر عندما كانت قطر هي التي تشرف على المصالحة في الفترة الماضية في العام 2016 لم نصل إلى خواتيم تفشكلت الأمور يعني وتعطلت الأمور في شهر نيسان عندما خطاب الرئيس أبو مازين وقام بإجراءة ضد غزة فتوقفت المبادرة القطرية الآن المبادرة السويسرية قائمة هناك حل السويسري نأمل أنه يمشي هذا الحل وأن يقبل به الرئيس أبو مازين سيد علي سوف نستكمل هذا النقاش ولكن نسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة حلقات آخر طبع أبقى معنا أجدد أترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الحلقة من آخر طبع وأجدد أيضا أترحب بضيفنا هنا في السيديو ممثل حركة حماس في لبنان بركي سيد علي سوف نستكمل هذا الحوار ولكن بعد عنوين الصحف العربية الصادرة هذا الصباح نتابع مشاهدين أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة الاستقلال الفلسطينية ونقرأ في عنوينها مصالحة بالحبر السري وفي صحيفة الاستقلال الأحمد لهذه الصحيفة استئناف لقاءة الفصائل في بيروت والمجلس الوطني سيعقد قريبا مسؤول مصري للاستقلال تقدم كبير في لقاءة القاهرة وفتح معبر رفح بداية أكتوبر من صحيفة الاستقلال الفلسطينية إلى الصباح الجديد العراقية وعنونت المجلس الوزري بالجامعة العربية يرفض بالإجماع استفتاء كردستان ترجحات بانطلاق معارك تحرير غربي الأنبار قبل الحويجة لمسك الحدود الغربية ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى صحيفة البناء اللبنانية وفي عنوينها لهذا اليوم تركيا تعهدت بتسريع حسم إدلب مقابل التزام روسي إيراني بالانتقال إلى ملف الأكراد بر لخارطة طريق توافقية لتقديم موعد الانتخابات بعد تعذر الفرعية ومنعا للتأجيل الحرير يستمع لبوتن حول سوريا وينتظر زيارة سلمان وحزب الله يستعيد معطوق من داعش وكذلك عنونت صحيفة البناء البرلمان الكردستاني يؤجل جلسته للغد وواشنطن تطالبه بمنع إجراء الاستفتاء صحيفة الحياة السعودية عنونت لهذا اليوم ترامب يحاول إحياء مفاوضات الربعية والدوحة اتصل بولي عهد أبوظبي وأمير قطر في أنقر اليوم واشنطن وتهران تقترحان تأجيل استفتاء كردستان برلمان أربيل يستألف عمله غدا ويبحث عن مخرج وفي صحيفة الحياة دول إضافية لمراقبة مناطق خفض التوتر توسيع الهجوم على داعش في دير الزور إلى صحيفة الوطن السورية ونقرأ فيها أستانا ينطلق اليوم ومنطقة تخفيف تصعيد في إدلب تلوح وفد الجمهورية التقى عبد الرحمنوف والافرانتياف ووفد الميليشيات حالم الرئيس الأسد خطواتنا ثابتة نحو الانتصار استقبل وفدا من النقابي الدولي للتضامن مع عمالي وشعب سوريا نقيب أطباء سوريا عبد القادر حسن للوطن تلقينا دعوة من الكويت لحضور مؤتمر الأطباء العرب إلى صحيفة الشروق التونسية وفيها نقرأ دواعش شمال أفريقيا يستعدون للعودة أجرموا في سوريا ومن بينهم عشرات التونسيين زوبعة في البرلمان بسبب قانون المصالحة ونختم هذه الجولة مع صحيفة القدس العربي وعنوانات السعودية تواصل حملة اعتقالات والاتحاد الأوروبي يدعو لوقف تصدير السلاح إليها معارضون في الخارج يطلقون دعوات للتظاهر ومطالب بملاحقة رجال استخبارات متهمين بالتعذيب بارزاني يتمسك بإجراء الاستفتاء ونتنياهو يؤيد قيام دولة كردية دعم عربي لموقف العراق ومحادثات لمبعوث ترامب مع قيادات في السليمنية وأيضا نقرأ في القدس العربي الأمين العام للأمم المتحدة جوتارش لهذه الصحيفة لا بديل لحل الدولتين والدولة الفلسطينية تقام على أرض ملائمة مع هذا العنوان نأتي إلى ختم هذه الجولة في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عودة إلى برنامج آخر طبعة شكرا للزميلة صار الحاف على قراءة عنوين الصحف العربية الصادر هذا الصباح ويبدو بأن لديك تعليق على ما ورد في إحدى الصحف سيد علي التعليق على إصرار الأخ عزام الأحمد على عقد المجلس الوطني الفلسطيني القديم تحت الاحتلال يعني الآن نتحدث عن مصالحة فلسطينية لابد من توافق فلسطيني اتفاق القاهرة 2011 ينص على انتخاب مجلس الوطني الفلسطيني جديد المجلس القديم انتهى منذ أكثر من 20 سنة انتهت ولايته وصلاحياته كيف منظمة تحرير فلسطين تعقد تحت الاحتلال اجتماعاتها يعني كأن تقولي للمقاومة اللبنانية قبل عام 2000 اجتمع في منطقة لحد يعني كيف بدنا ندير الأمور يعني في خروج على التوافق الفلسطيني في بيروت في يناير كانون الثاني هذه السنة عقد اجتماع للجنة التحضرية للمجلس الوطني الفلسطيني وحصل هناك تفاهمات هذه التفاهمات لم تنفذ عندما ذهب الوفد فتح الى رام الله رفض ابو مازن هذه التفاهمات لماذا لا ينفذ التفاهمات بيروت التي اتفقت عليها كل الفصائل وهي تشكيل مجلس الوطني الفلسطيني جديد وينعقد خارج مناطق الاحتلال في أي عاصمة عربية وهنا لبنان يرحب الرئيس نبيه بري رحب الرئيس سعد الحريري رحب في لقاءات مع الفصائل رحب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت القاهرة ترحب الجزائر ترحب الجامعة العربية ترحب لماذا اصرار ابو مازن على عقده في رام الله لانه لا يريد لفصائل مقاومة ان تحضر هذا الاجتماع كيف ستأتي قيادة حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق كيف ستأتي الى رام الله تحت الاحتلال وربما هذا التصعيد قد يوضع في خانة التصعيد قبل التوافق او رفع السقف ربما وضع شروط او تشويش على الجهود المصرية هي تشويش سوف اعود الى الدور المصري سيد علي ولكن من شق اخر بعيدا عن المصالح هناك تضارف المعلومات فيما خاصة صفقة الاسرة الجديدة يحكي كثيرا عن صفقة على الطريق هل سيكون هناك من دور مصري ام فعلا كما ذكرت بعض الصحف اظنها خليجية هناك رفض مصري للدخول في هذا الصفقة او رعايتها لنقول المصر هي حريصة على ان يكون لها الدور الاكبر في الملف الفلسطيني وسابقا هي التي ابرمت او رعت صفقة وفاء الاحرار في عام 2011 ونحن ابلغنا الجانب المصري اننا متمسكون بالدور المصري لكن نريد اولا التزام بالصفقة الماضية السفقة الماضية هناك اصرة تم اعتقالهم من جديد من جديد حوالي 54 اسير لابد من الافراج عنهم قبل ان تبلأ المفوضة ونحن ننتظر الموافقة العدو الصهيوني على هذا الشرط ونحن جاهزون لابرام صفقة جديدة عبر الوسيط المصري يعني مصر سوف تكون الراحة نحن نرحب الامر يعود لها نحن نرحب بالدور المصري خصوصا انها هي التي اشرفت على الصفقة الماضية وحتى الان يعني لم نطلب من جهة اخرى ان تلعب هذا الدور نحن نحرصون ان يكون هذا الدور لمصر خاصة انها استعادت دورها في الملف الفلسطيني في الملف السياسي في الملف الامني في الملف احترديب البيت الداخلي وفي ملف الاسرة نحن نرحب بالدور المصري ليكن فقط التوضيح عبر قناة الميادين اذا ليس هناك مرفض مصري لرعاية هذا الصفقة لم يتم التطرق الى هذا الموضوع لم نتبلغ انهم اعتذروا عن ان يلعبوا هذا الدور هناك منورات اسرائيلية تقام في هذا الفترة انتقلت من مرحلة المنورات الدفاعية الى مرحلة المنورات الهجومية في هدفها المعلن هزيمة حزب الله ولكن هناك من يقرأ في هذا المناورات ربما تدريبات لحرب مقبلة على حزب الله وقطاع غزة هل ترونها في هذا السياق؟ العدو الصهيوني بعد حرب تموز 2006 تلقى هزيمة كبيرة من حزب الله والمقاومة في لبنان وخضت ثلاث حروب متتالية على قطاع غزة 2008 2012 2014 ولم يحقق اهدافه وصمدت المقاومة وانتصرت في قطاع غزة الان هو يشعر انه اصبح يعني بين فكي كماشة مقاومة في غزة قوية مقاومة في لبنان قوية واقوى من عام 2006 فلذلك هو يستعد لحرب جديدة قد تحصل فجأة العدو الصهيوني يخشى المقاومة في لبنان يخشى المقاومة في غزة لذلك هذه المناورات اذا تابعتوها بدأت باحتمال اقتحام المقاومة اللبنانية لشمال فلسطين لأول مرة تجري مناورة ان المعركة على ارض فلسطين سابقا كانت كل المناورات الصهيونية تحاكي قرى في جنوب لبنان قرى في غزة في بلاد عربية وهكذا هذا دليل هزيمة العدو اصبح يدرك هذا العدو ان المقاومة اصبح لديها القدرة ان تقاتل في ارض الخاصة من انجاز التعبير داخل الارض المحتلة فهذه مسألة مهمة بدأت المناورات ان حزب الله اشتاح شمال الجليل واستولى على كريات شمونة والمناورات هي لاخراجه منها ثم ملاحقته في ارض لبنان واضح هناك خشة حقيقية من العدو الصهيوني من المعركة القادمة او من الحرب القادمة سواء مع لبنان او مع غطاء غزة اذا ما كان العدو الاسرائيلي يحضر ربما لحرب جديدة على كل من حزب الله وتحديدا على لبنان وليس حزب الله طبعا وعلى قطاع غزة هل الواقع الداخل الاسرائيلي يتحمل ارتدادات هكذا حرب هل الداخل الاسرائيلي قادر على تحمل ترتبات حرب جديدة لكل ما فيها الداخل الاسرائيلي لا يستطيع ان يتحمل لان اي حرب قادمة ستكون اصعب من حرب تموز 2006 على العدو السيوني واصعب من حرب 2014 التي اجرها في قطاع غزة المقاومة اللبنانية طورت من اسلحتها وسواريخها والمقاومة الفلسطينية كذلك طورت من اسلحتها وسواريخها بعد 2014 يعني المقاومة اليوم اقوى من قبل سنوات لذلك العدو يدرك ذلك وهو قدرة عسكرية وقدرة من ناحية الخبرة نعم طبعا للمقاومة اللبنانية لديها الآن خبرة كبيرة بعد احداث في سوريا ومشاركتها في القتال في سوريا المقاومة في غزة تجري تدريبات ومناورات وتصنيع العدو يشاهد تجربة السواريخ دائما في البحر لذلك المقاومة هي اقوى اليوم في فلسطين ولبنان والعدو يدرك ان اي معركة قادمة ستكلفه كثيرا لذلك هو يقوم بهذه المناورات الاستباقية ليرسل رسالة الى المقاومة انه جاهز لكن هو لن يستطيع ان يسمد امام المقاومتين ان حصلت اي حرب قادمة يعني هذا العدو الذي تتحدث عنه كان له غارات في الايام السابقة غارات وهمية ولا حقيقية غارات على سوريا وكان هناك ادانة من قبل حركة حماس لذلك لماذا اتت الادانة من لبنان وليس من غزة اللبنان اقرب الى سوريا هذا فقط هو السبب اللبنان اقرب الى سوريا وانا معني في العلاقة في الحركة في بلادي الشام والعراق مكلف بهذا الملف بالاضافة الى كوني ممثل الحركة فطبيعي ان تأتي الادانة من الشخص المسؤول عن هذه العلاقة وطبعا هذه الادانة ان اقول طبيعية ان تدين حركة حماس اي عدوان صهيوني على اي دولة عربية لان لا يحق للعدو الصهيوني مهما بلغت الخلافات العربية ان يستفرد بأي دولة عربية او ان يقصف اي دولة عربية لا يوجد اي مبرر للعدو الصهيوني يعني بكرة العدو الصهيوني يشن الهجوم على غزة ويقول ان الفلسطينيين مختلفين هل هذا مبرر له ان يقصف غزة لا وكذلك في سوريا البعض اعترض على تصريح والادانة التي يعني اصدرتها يا ادانة لافتة البعض اعترض البعض ما عاجبوا يمكن ربما انه انتوا عم بتدينوا اسرائيل ما في خلافات بسوريا يعني اي خلافات داخل من الذي اعترض بتحديد سيد علي من داخل حماس اعترضوا على هذه الادانة لا ليس من داخل حماس من اوساط قريبة من المعارضة السورية انه انت بس بتدينوا العدوان الاسرائيلي في تدخلات كثير في سوريا نحن قلنا ان بغض نظر عن اي تدخل في سوريا لكن لا نسمح للعدو السرائيوني ان يقصف سوريا العدوان على سوريا هو عدوان على كل العرب ولا مبرر للكيان السرائيوني ونحن لا يمكن ان نقوم في خندق اسرائيل نحن نقوم في مواجهة الاحتلال وليس في خندق الاحتلال وبما نتحدث عن سوريا كيف تراقبونك حركة حباس كل ما يجري من انجازات على الاراضي السورية وتحديدا الانجاز الاخير نحن نعتبر ان سوريا تخطط مرحلة التقسيم والان سوريا تتجه الى حل سياسي ان شاء الله يكون قريب وتنتهي نزيف الدم في سوريا ويتم ايجاد حل حقيقي لمحافظة على وحدة سوريا ارضا وشعبا ومؤسسات ونأمل التطورات الاخيرة ان تسهم في الحل السياسي وكذلك ربما ساعد الازمة الخليجية ربما كذلك تساعد على الحل السياسي في سوريا لان افريقاء الازمة الخليجية كان لهم تدخل كذلك في المسألة السورية الان بعد الخلاف الخليجي تراجع الحديث المذهبي في المنطقة كان سابقا يراد ان يصور الامر ان هناك سراع مذهبي سنشيعي في المنطقة اليوم بعد الازمة الخليجية مع قطر لم يعد هناك سراع مذهبي يعني الاربع دول او الخمس دول ربما عاد الخلاف الى ما هو عليه خلاف سياسي خلاف سياسي وليس مذهبي والان هناك تقارب بتصور قطري تركي ايراني لإيجاد حل وقد نجد في الأستانة غدا اجتماع الأستانة قد نجد حلول قريبة وتفاهمات سوريا سوريا مدعومة من الدول الراعية لهذه المفاوضات ولعلة أهم سيدي الحديث عنه في أسنة السادس ومنطقة إدلب ومنطقة خفض للتوتر نتحدث عن سوريا هناك تقارب لحركة حماس مع إيران مؤخرا وقد جدنا وفد من الحركة هناك هناك تقارب بطبيعة الحال مع حزب الله اليوم العلاقة كيف يمكن لها أن ترمم بين حركة حماس وسوريا هل هناك من اتصالات ربما لإعادة هذه العلاقات؟ بعد استعادة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله لم تنقطع العلاقة أصلا لكن الآن تعززت وفينا نقول أصبح الطبيعية مئة في المئة وهناك تفاهمات مهمة جرات وحورات معمقة جرات في العام الماضي وفي هذا العام سواء مع المسؤولين الإيرانيين سواء مع سيد حسن نصر الله في بيروت ثلاث لقاط حصلت هذه السنة مع سيد حسن وفود قيادية من حركة حماس من الداخل والخارج والحمد لله هناك تفاهمات تم توصول إليها وهناك تنسيق تام فيما يعني مواجهة العضو الصهيوني والدفاع عن المنطقة من أي أدوان خارجي طبعا هذا التقارب سيؤثر إجابا مستقبلا على العلاقة حماس مع الدولة السورية هناك جهود الآن هناك جهود إيرانية حزب الله لترميم هذه العلاقة وهذا خبر جيد طبعا هناك جهود هناك جهود تبذل الآن وإن شاء الله الإشارات إيجابية من الطرفين وهذا جيد بالتأكيد سيد علي أعود معك إلى لبنان كيف هو الوضع اليوم في عين الحلوي يحكي عن مساعي يقوم بها الأمن العام المدير العام المدير العام الأمن العام اللواء يعني إبراهيم عباس إبراهيم لحال القضية بشكل سلمي هل أنتم في هذه الأجواء؟ طبعا بعد انتهاء أزمة شرق لبنان وتحرير أراضي جرود عرسال ورأس بعلبك والإنجاز اللي حصل للبنان والمقاومة والجيش الآن الاتجاه باتجاه عين الحلوي وعين الحلوي يستحق أن نحافظ عليه وأن نمنع أي حل عسكري في عين الحلوي بما أنه تم التعامل مع داعش والنصرة بأن سمح لهم بالانتقال إلى الداخل السوري نحن نطلب من الدولة اللبنانية أن تسعى لكي تنقل العناصر بين قسين المتطرفة المتشددة الارهابية أن يسمح بنقلها من هذا المخيم إلى مناطق الداخل السوري حتى ننقذ هذا المخيم وننقذ جنوب لبنان ومدينة صيدا من التوترات التي تحدث كل فترة طبعا الليو أبرهيم مكلف من الحكومة اللبنانية وهو يجري اتصالات مع الفصائل الفلسطينية مع الجهات المعنية سواء في سوريا أو في لبنان من أجل إنجاز حل سياسي خلينا نقول أو تسوية سياسية لأوضاع المطلوبين في مخيم عين الحلوي طبعا هناك مطلوبين يريدوا أن يغادروا المخيم هناك مطلوبين يريدوا أن يسلموا أنفسهم للدولة اللبنانية ويلاقوا محاكمة عادلة والأمور تسير على هذا الأساس في أي مرحلة وصلت هذا المساعي ودور حركة حماس وهل هذه المرة هناك نية للوصول إلى حل سياسي جذري أيضا كما الحلول السابقة وقف اطلاق النار ومن ثم تعود الاشتباكات أم ماذا؟ أعتقد أن الاشتباكات لن تعود الآن لأن الجميع الآن يتحدث عن تسوية سياسية وهناك لجنة شكلت من الفصائل الفلسطينية من كافة الفصائل الفلسطينية من إطار القيادة السياسية الموحدة في لبنان تم تشكيل لجنة تتابع مع الجانب اللبناني إتمام هذه الصفقة أو هذا الحل السياسي أريد منك تعليق لما أتى على لسان الأمين العام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش حول حل الدولتين وحول تواجد الأراضي الملائمة لإقامة دولة فلسطين يعني لم يعد هناك أراضي ملائمة لإقامة دولة فلسطينية بما ينسجم مع أوسلو أو حل الدولتين لأن أراضي 67 الآن في الضفة الغربية تحديدا هناك 62% من هذه الأراضي أصبحت تحت الاستيطان السهيوني وتحت الحكم العسكري المباشر الإسرائيلي يعني فيها قواعد عسكرية إسرائيلية فيها طرق التفافية عسكرية أو للمستوطنين فيها جدار التهمة جزء من الأرض الفلسطينية لذلك الموجود الذي بقي في الضفة 38% من أراضي الضفة الغربية وهذا لا يكفي لدولة فلسطينية إذن ما الحل؟ الحل المقاومة والانتفاضة لإستعادة الأراضي لإستعادة الأراضي نعم وخصوصا أنا أحيي للأمين العام المتحدة إلى المبادرة الأمريكية التي ستعلن قريبا هذه المبادرة تجاوزت أوسلو وتجاوزت حل الدولتين وتتحدث عن حكم ذاتي للسكان لما بقي من السكان في الضفة الغربية على 38% من أراضي الضفة وأن تكون ملحقة بالأردن يعني ما في دولة فلسطينية بإدارة ترامب فلذلك المشكلة عند العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية التي تغطي هذا العدو والتي تروج لحل جديد ينتقص حتى من حل الدولتين أريد منك تعليق أخير وهو سؤال أخير سيد علي فيما خاص ما تعرض لها المطران أعطال حنة أول من ما استعرض الاعتداء من قبل متطرفين يهود كحركة حماس ماذا يمكن أن تقوله؟ أولا نحن نعتز بالمطران نحن نعتز بالمطران حنة ونتوجه له بالتحية دائما هو إنسان عربي مقاوم مجاهد يدافع عن الأرض الفلسطينية يسعى للوحدة الوطنية الفلسطينية دائما يشارك إخوانه المسلمين في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك نحن ندين أي اعتداء عليه من هذه العصابات الصهيونية ونوجه له التحية دائما للمطرانات يقولون بأن لدي بعد دقيقة من الوقت أريد منك أيضا يعني موقفكم أو كيف تقرؤون تأييد إسرائيل لما تريد أن تقوم بها كردستان من ناحية الاستفتاء للانفصال عن العراق نكا ربما إسرائيل الدولة الوحيدة التي تجاهر بموقفها المؤيد لهذا الانفصال أولا نحن مع وحدة العراق أرضا وشعبا هذه مسألة مهمة دولة عربية نحن مع وحدتها وندين أي تدخل إسرائيلي في الشأن العربي الداخلي وعندما تدخل إسرائيل في أي شأن عربي داخلي معناه هناك عملية تخريب وتقسيم في الوطن العربي شكرا جزيلا لك سيد علي بارك وأنت ممثل حركة حماس في لبنان على تواجدك معنا هنا في استيديات الميادين وشكرا أكبر لكم مشاهدين على متابعتكم بهذا الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة